السلام عليكم ورحمة الله علي ومشاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة اللي سهلة وفسيطة في المتناول تحلية اللي كدي رائعة هاكا دلوها هاكا الضيوف او للوليداتكم في هذا الويكند هذا صراحة كدي غزالة للبنات فعلا غتتعجبكم وكيف العادة كنبغين شكرا لبنات اللي كيتابعوني في القناة والبنات اللي دائما كيتفعلوا معايا بكم ودرزوينين كنقول لكم شكرا لكم بزاف والبنات اللي اول مرة كيشاهدوا قناتي كنقول لكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر احمر تشتركوا عندي في القناة اللي عجبتكم اكيد وديروا حدورة خفيفة فيها كان فيها العديد من الوصفات اللي ان شاء الله يعجبوكم وهنا كما كتلاحظوا غرنا نضاف الوصفة اختيت كسرنا غرنا نضع فيها نصف كاز ديال السكر ساني ده او السكر الخاشين مع نصف كاز ديال الماء وضعت سكر النار متوسطة كما كتشوفو حتى كي بدا يدوب كي بدا اللون ديالو كي بيلي محمر عكا عادة نضيف الماء وهذا هو شكل ديال السيرو اللي كنت محتاجه يكون اللون ديالو بني ده بغدا نضيف طريقة تحضير هنا البنات انا ما استعملتش الخفز ديال ديال طاست يعني بنات اللي متواجد عندهم اكيد يكون احسن انا قدرت غير طاقتين هكا عادي دخلتوا الفرن شوية احتلون ديالو ولا يعني قاسح شوية يعني محمر شي شوي وخرجتوا كما كتشاهدوا وضعتوا في في القعلب اللي غدا نحضر فيه الوصفة عادرت فوق منه السيرو اللي حضرت معاكم وده بغدا ندوز باش نحضر الكريمان اللي غنستعمل كطبقة تانية اه كتاخدوا اي كاثون عندكم وضعت نس كاز ديال السكر الخاشين وتقريبا جوجل مع الكبار ديال ديال النشا زائد جوجل مع الكبار ديال الدقيق وغدا ندمجهم مع بعضهم وغدا نحتفظ مع القادة ديال الزبدة كبيرة زائد السكر الفاني حتى اللخر وغدا نضيف ستمية وخمسين ميلي لتر ديال الحليب مع التحريك المستمر الى نار متوسطة وصفهم بدمع قادة شويات في تليال نار وغدا نضيف السكر الفاني مع ملعقة كبيرة من الزبدة وغدا نخلط زيان حتى ينساج مقع المكونات وغدا نحرر الخليط اللي حضرت اه في القلب يعني اه كطبقة تانية فوق الخبز اللي اللي كما جت لكم حمرته شوية في الفرن خاص ولا بد انكم تحمروه اما هو او لا الى كان عندكم حتى الخبز يلطس راه يكون افضل اه يعني نحاولو نغيرو ماشي دائما نديرو البيسكوي اولا الكيك وده بغدا ندوز باش نحضر الطبقة الثالثة هنا عندي جوج جوج كؤوس ديال العصير الليمون مع اه نصف كاس ديال السكر الخشن زائد جوج مع الكبارين ديال الناشا هدا نحرك مزيان ونوضعهم على النار اللي تكون متوسطة مع التحريك وده بغدا نضيف الخليط فوق الطبقة الثانية اللي حضرت هديك طبقة تالتة والاخيرة وده بغدا ندخل للتلاجات قريبا واحد ساعة اوكي جدا هو شكل دياله ما بده ما خرج شو يعني اه ولا نجام دمزيان او عاق دمزيان غدا نقطعهم هكا على شكل مرباعات السكين اللي يكون حاد شوية مع التنظيف السكين باش ميبقوش لكم ذوك البقع ديال داك الطوست فوق هاد يعني فوق السطح ديال هاد التحلية وده بغدا ندوزل طريقة تزيين اللي كتبقى دائما اخيارية وكل واحد كي يحضر او عفوان كي يزين على حسب الضغط ديالو هنا درت شرائح صغير وراء من الليمون هكا على شكل متلاتات مع اه اوراق نانا اللي كيعطوا واحد المنظر زوين وبالنسبة لتقديم ديال هاد الوصفة اه الا بغيتوا مثلا تديروها في كؤوس يمكن ليكم عواض ما تديروها هكا على شكل يعني اه اه لا في مول عائلي ديروها في كؤوس حتى هي كتجي في كرم زيانة مي انا جاتني هكا احسن كتجي زوينة وكيبن تشكل ديالها كيبن راقي في تقديم وكيجي داوش كل ديالا بعد ما قطعتها كتجي واحد تحلية زوينة البنات انا بعد اولادي احماق وعليا وإلى عجباتكم مع النكهة ديال ليمون ما تنسوش البنات انكم تخلو ليها واحد لايك اللي اه كتهمني بزاف كتشجعني كنتمنى انكم تجربوها وتفرحوا ليداتكم بيها وغدا نقول لكم هناك كي تتالي الفيديو ديالي نتلقى ان شاء الله فيديو اخر بسلامة اشتركوا في القناة